اشتركوا في القناة وهو اللي يعني ثبت مع الشعب الفرسطيني قضيته احنا في هذه المرحلة بأمس الحاجة لا وجود ياسر عرفات ولا وجود من يستطيع انهم يضبطوا الامور كما هو ياسر عرفات ياسر عرفات is a very important leadership for the Palestinian people he has very important efforts and contribution of the Palestinian life at least two horses first to hire the Palestinian identity and to let it come back again as Palestinian people after the Nakhboum so he is one of the main important people in the modernization of the Palestinian history and the other issue he gave very big pressure to the methodology of idealism or let's say peace process in general of course he lost his life because it was not the reason but he in general because his position about this the Palestinian people accept the idea to have two states or to thinking about not continue with the struggle just to damage this side or that side يعني انا اقول ان ياسر عرفات بتجربته الثورية ويبناء هذه الثورة واصبح رمز للشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني بكافة قضاعات وكافة الوانه السياسي واطيافه وفيه هناك مجمع على ياسر عرفات لأن ياسر عرفات رفع شعارات كبيرة نظرة طويلاً وأسسة لمدرسة أعتقدت أنها مدرسة المدار الفلسطيني على الصعيد السياسي وعلى الصعيد المقاومة ياسر عرفات قائد وطني قدم للقضية الفلسطينية ولحى من أجل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لكن هناك ثغرات كبيرة في حياته وفي سياسته وفكره أيضاً وعندما حوصر ياسر عرفات روز طبعاً هي معنوياً يقال أن ياسر عرفات حوصر ولكن حقيقة الأمر كان معتقلاً في مقره أذكر قبل استشهاده شهرين أو ثلاثة جلست معه كان يجلس في ممر حتى يضع يداه المصابتان مرض جلدي بالشمس ولتحدث قلت له أنا أشعر بالإحباط وبدأ الأمل عندي يضعف قلت له وأشعر أن أوسلو كان طعم الصياد الإسرائيلي الأمريكي الذي اصطاد منظمة التحرير البلسطينية وجلبها هنا بيوجه طربة مميتة لها كما استخدمت أمريكا لكويت طعم لاستياد العراق صدام حسين وأنا عرف كان يحب صدام حسين هو شعرت أنه توتر وقال إنه لو بقي رابين قلت له أنت استخدمت كلمة لو ومن يدري أن قيار رابين هو جزء من السيناريو ولكنك تجلس الآن منذ ثلاث سنوات محاصر الجميع تخلعا ليس هذا تبديد للحلم توتر كثيرا وشعرت أنه يلغضب ولكنه كابر وأصر على أن يعطيني موقف أن الأمل قائم والسلام قادم والدولة قادمة هل انتهت الداخل الفلسطيني بوفاته؟ هل يحدو يعني أشعر أن هذا ما يحدث؟ أنهم كانوا نتظرون تفنه وتفن قريب الفلسطينيين يعني شكرا لك